شكرا سيد الرئيس بعد أربعين يوما على منحها ثقة شهدت جلسة مجلس النواب الأخيرة اكتمال ملامح حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي وباكتمال التشكيلة الحكومية يكون العراق قد أنجز استحقاقات طالب بها المجتمع الدولي كأساس يبنى عليه لدعم العراق في مواجهة تنظيم داعش ومن أبرز هذه الاستحقاقات تعيين الوزراء الأمنيين ومشاركة الأكراد في الحكومة بالدعم اللوجستي الحقيقي لوزارتي الدفاع والداخلية ستكتمل الآن في هذه المرحلة باعتبار أن هناك وزيري دفاع وداخلية يستطيع التحالف الدولي التعامل معهما بين قضية التسليح والتدريب والمعلومات الاستخباراتية أظن أن المرحلة التحالف الدولي ستنتقل إلى مرحلة أكثر جدية اختيار الوزراء أخذ في الحسبان أيضا تلبية مطالب الكتال السياسية إذ أن تعين خالد العبيدي وزيرا للدفاع من شأنه أن يهدئ مخاوف العرب السنة خاصة وأنه من مدينة الموصل أما وزير الداخلية فقد تم اختيار محمد سالم الغبان لكونه شخصية ترضي كتلة بدر التي طالبت بالمنصب لأمينها العام هادي العامري قبل أن توافق على اختيار نائبه كما وتعززت مطالب الأكراد من خلال الموافقة على منحهم وزارة المالية السيادية التي تشكل المفصل الأساس في تحريك أموال الدولة العراقية قوة الأكراد لم يكنوا راغبين بأن يخرجوا من المعادلة بوزارات عادية أرادوا أن تكونوا لكوزارات مهمة كما حصل التحالف الشيعي والتحالف السني على وزارات مهمة أرادوا كذلك أن يكونوا حاضرين لكي يؤثروا في القرار في داخل بغداد نجح رئيس الوزراء فيما فشل به سلفه من خلال إنتاج حكومة أقرب ما تكون إلى الشاملة وهو ما كانت تطالب به معظم الكتل السياسية للخروج من الأزمة السياسية من أجل حجد كل طاقات العراق لمواجهة تنظيم الدولة ومسلحيه إذن الضوء قد بدأ يلوح في نهاية النفق الذي دخلته أزمة العراق السياسية والأمنية لكن المتشائمين يصرون على أن ذلك قد لا يتحقق إلا بالالتزام الكامل بالاتفاقيات وحسن التنفيذ لها لكن المتفائلين يقولون بأن ذلك قد تحقق بالفعل يوسف الحسيني سكاينيوز عربية بغداد